موسيقى 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 أنت لو أكلت، لو أنت النهاردة عملت تنصيق قوام شفطة أو عملت جلسات وربنا كرمك وبيعي شكلك حلو ووزنك 70 كيلو جلتنا بعد 5 سنين ووزنك 90 كيلو هل مش هيطلع لك بطن تاني؟ هيطلع لك بطن صحيح من زي الأول؟ لأن احنا قلنا احنا خدنا 50 خلاة دونية فاتبقى 50 ولكن الخمسين ما زالوا قابلين انهم يكبروا ويكشوا فالخمسين حيتخنوا بس مش عمرهم ما هيوصلوا لزي ما كانوا مية هنا برضو بنتكلم على إزاي نحفظ على وزننا سواء بعد الشفط، سواء بعد الجلسات، سواء بعد إجراءات عمليات السمنة المفرطة زي تحويل المصار وتكميم المعدة أو الناس اللي عملت ده توصلت لوزن كويس وعايزت حفظ هنا بييجي دور الإرادة اللي احنا ما لهاش حل لازم الإرادة هي الإرادة أنت بحاجة أنت مؤتمد على نفسك بقى وأنا عايز أقولك حاجة الإرادة فيها مقاومة للنفس ما هو إرادة تسوي مقاومة النفس والشهية هل حتستمر على نفس سدقيني أنت بمجرد بتمشي أربع خمس شهور وهذا الكلام متفق فيه كل الناس طبعا أنه هم بيقولك آه أنا كنت بقابل صعوبة في الأول بعد كده أنا خلاص بيتشوف الأكل ماكلش أو حجم معدتي قال وهو ده دور الألياف اللي أنا دايما بتكلم عنها الألياف وظيفتها أنها تعيد المعدة إلى ما كانت عليه معدتنا ما كانتش مخلوقة بالحجم ده ربنا خلاها ليها حجم صغير تقدر تستوعب كميات أكل تشبعك إحنا كبرناها بالأكل الكتير فبالتالي الألياف هتقدر تعمل ده بعد أي إجراء أنت عملته أو أنت عملته لتنصيق القائم تقدر يتأخذ الألياف طب بتشتغل إزاي الألياف الألياف هي عبارة عن ألياف غزائية أنت إحنا برضو معنا التجربة دايما أنا أحب أوريه هالك وأحب أوريه لأستاذ المشاهدين عشان يعرفوا أكتر إيه اللي بيحصل في معدتهم بالظبط إيه اللي بيجرأ وأنه هو حاجة بسيطة جدا ما فيهاش أي مشكلة هنا برضو نفس دول كبايتين في كباية فيها مادة دهنية اللي احنا بنفضل فيها الكيس في الأول والكباية الثانية ما فيهاش مادة دهنية الغرض من ده أوريكي إزاي الألياف بتتحد مع المادة الدهنية وتغلفها وتكون معها طبقات تخلي الدهون في وسطها يعني بالمعنى الصحيح وتنزل بيها على الأمعاء الدقيقة اللي احنا حنشبهها أوريه لك دلوقتي بتنزل في قاع الكباية يعني حنشبه إن المعدة دي هي دي المعدة من فوق وقاع الكباية بيدي كده بيصغر في الحجم اللي هي الأمعاء دي الكباية الثانية فيها الألياف إزاي الألياف لها قدرة على امتصاص المية قدرتها على امتصاص المية دي بتخليها تنفش بالمعنى الأصح أو تكبر في الحجم بالمعنى الأصح أنا عايز أكون مادة لازجة مادة سميكة أو مادة ذات صلابة إيه الفايدة إن أنا أقولك اشرابي حاجة وتقوم جرية في المعدة زي المية أنا عايز حاجة تقعد زي أي أكلة كده تلكم وتقعد أكلة تقيلة قعدة كده في المعدة بالضبط كده هي دي دور الألياف بس كمان ما تشعريش بأي ديق الألياف ميزاتها إنها ألياف غزائفة مش هتشعوري بأي ديق خالص بتقعد معاك 15 ساعة في المعدة بتشغل 3-4 حجم المعدة يضوبك بتسيب ربع بمعدة بص الفات زي ما أنت شايفة مكون صلب لو كده كانت المعلقة وقعت هي غلفة المعدة ومسكت في المعلقة نفسها ده بيدلك على إنها هتععد جوه المعدة هتكون مركب صلب ثابت يثبت جوه المعدة وحكلمك إيه المادة دي لما تبقى موجودة في المعدة 15 ساعة هتفيد إزاي اللي عاوز يخس وحتفيد إزاي مروض الضغط والقلب والسكر اللي كلنا دايما عايزين لهم حاجة ومش لقيين هنا الكوباية التانية زي ما أنت شايفة هي غلفة المادة الدهنية وبدأت تنزل زي ما أنت شايفة وحنا أعتبر النزول ده نزول على الأمعاء بدون امتصاص وبالتالي على الإخراج تمام يعني المادة الدهنية هتخرج والجسم مش هيستفق بها خالص بالزبط كده بالزبط كده هنا زي ما قلت لك زي ما الألياف خادت شكل الكوباية وبالتالي هي حتى يكون شكل أي معدى تمام لأن المعدة بيختلف شكلها بقى من شخص الآخر من واحد للتاني واحد ما سأخلها كده ما يتقدس طوانية قد كده أحد الجواء دائرية يعني بتختلف من واحد للتاني فبالتالي هي بتاخد أي شكل معدى وتروح في أي تجاويف فتشغل حجم المعدة كله فبالتالي نقدر نتحكم في شهيتهم فحلقتنا النهاردة على الناس اللي عملوا تنصيق قوام أو الناس اللي عايزة تخس عدد كيلوات قليل أو الناس اللي خست وربنا كرمها ووصلوا الوزن معين إيه دور الألياف اللي هيعملوا معاهم هنا طبعا أنا مش عايز أزود تاني في أحجم خلية دهنية أنا عايزك تقليل كميات أكلك هلو أصبع أنت وصلت الحجم معين ووصلت الشكل معين أيوة يعني حققت نجاح بالضبط حققت نجاح ما تضيعش بقى النجاح ده قادر تتحكم أهلاً وسهلاً ما أنتش قادر تتحكم تقدر تاخد الألياف عشان تتحكم في ده طيب هلا يا دكتور أنا حتنين أخد الألياف طوال عمري يعني لا أنت الألياف وردها أن هي تخليك لمدة 3 شهور هي طبعاً استمرارك فيها ما فيش أي مشكلة لأننا أنت فاني دي ألياف غذائية بس بل هو مجرد ما هيحس أني أنا عايش طوال عمري بأخذ حاجة دفع الدزات لا 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 أنت بمجرد ما هتأخذ الألياف 3-4 شهور وتغير عادتك الغذائية جسمك بيولوجين بيتأقلم على كميات أكل معينة كله كده اللي كان بيأكل طبق روز دلوقتي يقول لك 4-5 معالق روز ألس أنا بقيت شمعها يعني بعد 3-4 شهور هيبدأ يتعود على ده خلاص هو اتعود على كده معدته خلاص اتعودت على الكميات الأليلة دي بالضبط بالضبط هو ده المهم جداً احنا مش عاوزين بعد ما وصلنا لحجم معين احنا نرجع تاني الناس اللي عايزة تبدأ بقى وتخس من البداية مش هتلاقي أفضل من كده أن انت تقدر تتحكم في شهيتك أن انت تقدر تتأسم واجباتك أنا عايزك تعلل كميات أكلك فبالتالي شغل حجم المعدة الكبير ده بيخليك فعلاً تشبع بسرعة وبالتالي مادة مكونة قاعدة في المعدة لمدة 15 ساعة شغلها تلت تربع حجم المعدة فربع المعدة بس اللي موجود فتقدر تاكل الكميات وأكله الليلة وتنزف والنظام بقى اللي هو رايح جاي يأكل أي حاجة يلاقي كباية عصير ويشربها يلاقي الفكاية وكلها بالمهمين جداً أنت أغلب الناس مشكلتهم إيه أغلب الناس عندك هو الأكل بالليل بصراحة والحلويات خاصة بصراحة طب أنت حتى لو شفت دول بقى بالذات هيران حتوفاجئي أن دول اللي فوق 100 كيلو اللي بيأكلوا كميات أكل كتير طول اليوم دول حتلاقيهم 80 و90 تلاقيهم عندهم مش هايز زيادة وازد الناس اللي بتوعب بقى طول اليوم في شغلها وتيجي آخر اليوم تأكل أكل كتير دول الناس اللي معاديين الماء لأن بيأكل أكل كتير في جسم ما بيحرقش لأن احنا اتفقنا أن الجسم هيشتغل لما تدي له أكل لأن الأكل المادة الخام الرئيسية اللي بتشغل الآلة دي فالناس دي وهو زي بتنبهه اشتغل احرق بالظبط كده هو ربنا خلق ده عشان ده فبالتالي الأكل المتتابع ده بيخسسك وبينشط الجسم فالناس اللي بتأكل في الآخر آخر اليوم خالص ده لا يبقى أنا حقدر قوم الشهية الرهيبة اللي بتجي لك على الحلويات وعلى كلميات الأكل والكلام ده كله بالليل قدر تديك الألياف بالإضافة لأن انت بقى كمان لازم تفكر معا شوية أنت تغير من عدد الغذائية بتاعتك وتيتأكل على مدار اليوم فده مهم جدا جينا نتكلم على حاجة مهمة مرضى القلب والضغط والسكر دول حقيقة هم باعتين أسئلة كتير جدا وأغلبهم فوق وانت قلت أن هي مرض الأمراض عجبتني الكلمة دي جدا هي مرض الأمراض لأنها المسبب الرئيسي لجميع الأمراض لجميع الأمراض معاها متلازمة من الأمراض ده هي متلازمة فعلا طيب خلينا ناخد الأسئلة وبتاعتهم لأنها أغلبها عن الضغط والسكر برضو في مدام فوزية بتقول أنها عندها 40 سنة عندها السكر هي وزنها 90 وطولها 165 بتقول الألياف تنفع معاها ولا لا طبعا سنها 40 سنة وبدأ يجي لها السكر طبعا احنا مش عاوزين نخوف حد السكر مرض أليف طول ما أنت حتدت التعامل معاه بشكل كويس بس أنت يا ربين سنة ما زلتي قادرة وما زال جسمك بيحتفظ بجزء كبير جدا من التمثيل الغذائي بتاعه حاولي تلحقي بسرعة أن أنت تنزل الوزن عشان السكر يبقى أنت بتحكمه فيه من بدايته فما يبدأش يحصل أي تغيرات في جسمك السكر يعملها طبعا أنت أولى من أي حد أنك تاخدي الألياف أنك تقدر تتحكمه في شهيتك الألياف هنا مزيتها بقى المرض السكر وجود كتلة في الماء ده وقفة فبيخلي الأكل يمر ببطء مشكلة مريض السكر هو مش عايز جرعات كبيرة من الأكل فبالتالي الإنسولين معندوش مش كويس فعايز جرعات كبيرة من الإنسولين فأنت لو نظمت له الأكل وخليت الأكل يمتص ببطء فاستجابة البنكرياس والإنسولين هتكون محتاجة قليل هتكون أقرب للمعدل الطبيعي بالضبط هايبقى فيه معدل تنظيم فهي المريض السكر حيقدر ينزل وزنه اللي هيقلل كميات أكله هيقدر يتحكم في معدلات السكر في الدم لأن الأكله متص ببطء هيبدأ فيه كتير جدا من تراكم الماء في جسمه ودي مهمة جدا لمرض الضغط والقلب الماء اللي بتمتص مع الألياف ويا نازلة بتقلل كتير جدا من الحملة على القلب والضغط هي برضو كان لها باقي سؤال ويتعتور حضرتك جاوبته هي بتسأل لو السمنة دي اتشالت أو راحت من عندها السكر هيروح كمان؟ لا طبعا هو السكر مش هيروح ولكن أنت مش مهمة عندك ده على قد من المهم الأكتر أنك تتحكمي في ده يعني أنت لو تحكمي 40 سنة لو تحكمتي في وزنك أنت السكر مش هيعملك أي مشاكل خاص حتقدر يتتحكمي فيه ويبقى الأمور قويسة وتتعامل معك بسهولة تتعامل معك فيه الرياضة الأكل المتوازن المتتالي اللي بشكل منتظم وزنك يكون طبيعي السكر ما تقلقش منه خالص طيب فيه أستاذ محمود بيقول أنه هو وزنه 120 كيلو جرب كل أنظمة الرجيم وزنه ثابت الأليا فتنفع معاه ولا لا؟ طبعا كلمة جرب كل أنواع الرجيم أنا معرفش هو جرب إيه بس وزنه ثابت مع كل أنواع الرجيم دي يعني نفضل حاول نستبعد إذا كان فيه مشاكل في الغضة الدرقية إذا كان فيه خمول فيها إذا كان فيه أي مشاكل من دي إذا كان فيه زيادة في فراز الكورتزون أو أي مشاكل أو بيأخذ أي أدوية بتعطل ده مع استبعاد ده كله دي نسابهم قليلة أو يا رانا عشان الناس ما تتلككش المرض اللي بيسبب سنة قليل جدا فيغلب الناس مشكلتهم في نفسهم فيقدر الأستاذ محمود طبعا يأخذها بعد استبعاد ده كل الألياف هتقدر تساعده كتير جدا مع الالتزام بنظام غذائي صحي مظبوط ممكن يكون لجأ أستاذ محمود لأنظمة غذائية كلها بدون معنى غير مناسبة لي الكيميكا أو الاعتماد على نوم معين أو الحرمان من أشياء كده من قتلك كيف كلك يا رانا بنسبة مية في المية مية في المية لو مشي على نظام غذائي متوازن مع أنه ياخد الألياف عشي يتحكم في شيئته وحينزل أنا مش مقتنع خالص أنه جرب أن كل أنواعدة يتمنزلش خالص فإن شاء الله ينزل إن شاء الله طيب مدام سلوى بس بتسأل على ابنها بتقول أنه هو عنده سمنة 80 كيلو هي بتحاول أنها تساعده في أنها تمنع عنه الأكل بس مش عارفة تسيطر عليه سنه بديه؟ سنه 15 سنة كويس ويمكن الدكتور هتيجي عنده النقطة اللي هي مش قادرين نسيطر على الأطفال طبعا 15 سنة هو مش طفل 15 سنة هو بالعكس ده هو خلاص داخل على الجامعة وداخل على المرحلة دي فتقدر يتلعبي بقى على فكرة إيه خليك أمور عشان تلبس المركات الجديدة الموديلات الجديدة اللي بقيت الشباب يلبسها أنت بتشوفي على قد ما بتشوفي سمنة على قد ما بتشوفي شباب جميل جدا وكبار السن اللي بيروحوا الجم والجم اللي بقى في كل حرف كل شارع دي علامات مضيئة برضو موجودة وما زال عندنا سمنة بس ما زال عندنا حاجات من دي تقدر يتلعبي على الجزئية دي 15 سنة يقدر يتحكم في أكله يقدر أن احنا نحطه دي له الألياف عشان يقدر يتحكم في بعض العادات الغذائية الغلط بتاعته هو 15 سنة غالبا هتلاقي بيأكل برا مع صحابه فاست فود والكلام ده كله فده بمجرد بيطلع من البيت تدي له الألياف قبل ما يطلع من البيت وانت خارج بالضبط هو خارج فبالتالي مش هيقدر بقى يأكل فاست فود والحاجات دي كلها فهنقدر نتحكم فيه بشكل كويس إن شاء الله طيب أستاذ أشرف نفسيته تعبانة جدا بسبب وزنه اللي هو 135 كيلو جرب أنظيم الضايت كتير مش عارف يخص المشكلة إنها مؤفرة على رجليه وعنده 42 ساعة أستاذ أشرف مفيش حاجة اسمها نفسيتك تعبانة على فكرة إدي لنفسك 6 شهور وبعدين نفسيتك تتعب أوكي يعني لما تنزلش بعد 6 شهور بقى تعبانة نفسية بقى تعبانة نفسية لكن أنت ما أنتش عايز تجرب ما أنتش عايز تخوض التجربة ما أنتش عايز تخش في عملية متكاملة لإنقاص الوزن الألياف هتفيده جدا هتساعدك نفسيا لأنت جزء مشكلة كبيرة من نفسيتك لأنه 135 كيلو أكيد بتاكن كتير ففكرة إنه إحنا نديك الألياف فتقدر تتحكم في شهيتك ما تشعرش بالجوع هيخليك تنزل في الوزن وأنت نفسيتك كويس 135 كيلو اوعى تدور على إيه اللي تعبك رجليك وتعبلك ركبك ال 135 كيلو أهم اللي تعب لهم ومجرد ما تنزل في الوزن ربنا هيكلموها وها تلجأ للمسكنات والحاجات دي كلها لأنها بتزود في الوزن أكثر طيب خلينا ناخد مادام نورة ألو ألو مادام نورة أهلا بيكي أهلا وسهلا قولي لي يا مادام نورة تستخدم الألياف بقالك قد إيه أنا بقالي حوالي الوقت شهر ونص وأخداش وخستي قد إيه في الشهر ونص دول أنا خستي إن شاء الله 13 كيلو ونص 13 ونص ووزنك كان قد إيه أنا وزنك كان 99 ونص 99 ونص حلوة أوي يعني بيانت 86 كيلو يعني كوي 86 كويس أوي يا مادام نورة ده حاجة هاي لأنا عايز أعرف أنت إمتى شهيتك إيه مشكلتك في الأكل كنت يبتأكل كتير إمتى أي وأنا كنت باكل كتير قوي في الغداء وبجيب الليل في العشرة باكل كتير برضوك طيب إيه ديت تتحكمي في ده أنا بقى لما أخدت المنتج بقى كان بصد نفسي خالص مع شربه المياك كتير ما بقيتش أحس إن أنا جعان كويس جدا هو ده أنا عايزك تستمري يعني 13 كيلو في شهر ونص ده معدل حلو جدا معدل من المعدلات الكويسة قوي أنا عايزك صحات أهم حاجة تنزلي وصحاتك كويسة مش عايزك صحاتك تباتع بأنا فأنت شعر بأي مشكلة صحية عندك مع النزول ماذا منورة؟ يمين هي اللي توجع عنك الإيه؟ من قبل بأخد المنتج وهي كانت رجبة اليمين بس هي اللي توجع إن شاء الله مع نزول الوزن رجبتك حتتحسن وإن شاء الله تنزلي وصحاتك كويسة وده الأهم ده معدل نزول يا رانا جميل معدل صحي استمر على كده وعايزك حتى إن شاء الله تكمل الألياف لحد ما توصل الوزن حتى بعد ما تتوقفي عن الألياف خلاص بقى يبقى أكلك تعتادي على كميات الأكل اللي كنت بتاكلها دي وجسمك حيتعود عليها إن شاء الله بنشكرك يا مدام نورة وإن شاء الله هتكلمينها وإنت وصلة للوزن اللي بتكمنيه بإذن الله بالضبط دي الميزة بتاعتها الناس اللي عايز برضو دي نقطة مهمة جدا إحنا إنت صدقني أنت متخيل أن أنت كميات الأكل دي أنت بايت أسير لها أنت على فكرة ما أنتش مخلو كده أنت عادتك الغذية الغلط اللي خلتك كده فبالتالي لو عودناك تاني على نظام أكل وأكل صحي حتتعود عليه ومش هديبقى عندك مشكلة صحية أكيد يعني هو في الأول في الأخر الموضوع أنا فهمته من حضرتك ومن الفقرات طبع أنا بتتكلم فيها الإرادة بالضبط استخدمنا يعني ما عندكش الإرادة استخدم الألياف عندك الإرادة اتكر على الله بالضبط وخصة حتبقى كويس جدا بالضبط إن شاء الله ودايما بحب أقول أننا بنتمنى نشوف كل الناس في أجسام رشيقة ومنشوكة القوام أنا شايف ده بيحصل أنا نفسي أشوف يا دكتور الناس كلها زي ما بيقول الكتاب هيحصل هيحصل ده هيحصل مع الوقت ما فيش مجتمع كله كده حتى المجتمعات المتقدمة جدا ولكن عاوزين أغلب الناس تكونوا أذنها كويس وإن شاء الله هذا حيحصل إن شاء الله وإنت دايما منورنا ومشرفنا وبتدي الناس المعلومات وإذن الله في فقرات جاية كتير بقى كنت في عسئلة أكتر إن شاء الله أنا موجود معك على طول إن شاء الله إن شاء الله نورتنا دكتور أحمد عبدالله استشاري علاج السمنة وعدو الجمعية الأوروبية للتغذية الكلينيكية والسمنة وعدو الجمعية المصرية للتغذية الطبية وأيضا عضو الجمعية الأوروبية لطب القلب الوقائي وإعادة التأهيل شكرا دكتور أحمد متشكرا أمرا مشاهدين إلى أن نراكم في فقرات مميزة من برنامجكم الطبيب في أمان الله